وذروا ظاهر الإثم وباطنه أقرب ما يمكن أن تمثل أو يضرب مثلاً لهذه الذنوب السرطان المرض المعروف بالمرض الخفي أو المرض الصامط يفتك بصمط فإذا ما تنبه له يكون الوقت في معظم الحالات قد تأخر الباطن حسن جميل لم يترك موضعاً لنص ناصح أنصحك وفي ماذا ما شاء الله عليك ولكن أنت تعلم أن باطنك خراب والعياذ بالله تبارك وتعالى تعلم أنك تنطوي على غل وعلى غش وعلى حسد وعلى حقد وعلى ضغينة وعلى عجب بالنفس وبالعمل وعلى غرور وعلى كبر والعياذ بالله وبأو وذهاب وزهو شمس التبريزي قدس الله سره قال يا حبيبي ذرة من دنس الباطن لا يفعل فعلها مئة ألف ذرة من دنس الظاهر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر